اشتركوا في القناة يعني جدت المرضى وكان فعب علي الاهتمام في الكبيرة من الصغيرة الكبيرة بدل صغار من الصغيرة بشكل كبير مرة صارت أدوانية يعني أدوانية طريقة كبيرة مرة يعني هذه أسمعهم كم عمارهم بسم الله عليهم واحدة ثلاثة والحين والثانية يعني صارت درجة درجة أني أنا ما أقدر ما أدعرف كيف أتطرف معها تمام بس كنتي هنا حبيبتي أمالين بس ذكرت هنا أنا أضرب إيوة كنت أضرب وهي سترة معينة بس الحين أخاولت أهد لكن أمداها تكتسبة أقدر أنها أكتسبت أكتسبت وصارت تمارس فأنا أعلم أن الأمهات مضغوطات وقلت إيها أنا مضغوطة فإحنا غالباً نضرب إذا كنا مضغوطين لأنه نحكي لهم ما يسمون كلامنا عنيدين وحكيتي هنا حكاية إنهم عنيدات فإذا بنتكلم عن الضرب ممكن نبدأ بإني أنا أبطل ضرب للأبد يعني ما ينفع أقول أحياناً نضرب بس معظم الأوقات ما أضرب ما دام إني أحياناً نضرب أنا بادي الموضوع إني ما أبطل أضرب نهاية بس هي يعني صايرة أكتسبت بطريقة صغيرة يعني عناد تضرب إني تضرب أبوها يعني ما جميع الأسلام أعرف كيف طيب احكي لي لما تضرب وش سوون لما تضرب وش سوون لما أنت يضرب تضرب أبوها وش سوي أبوها يعصب أبوها يعصب هيضربها لا يحاول يحاول يهددها يهددها يضربها بالتهديد ما فيضرب عمره ما ضربها لم تضرب أوكي جبناها للآخر ما ينفع أنا أضرب الطفل عشان التربية وأستنكر عليه أن يضرب أخوه ولا يضرب الأطفال بكرة ترى بنتي بتدخل الروضة وبتصير تضرب أطفال الروضة وتعرفين شو بيصير لما تضرب أطفال الروضة بيدلي الأطفال يبعدون عنها ولا راح يصير لها أصحب ما أدري وأدرك ومتأكد أنك ما تتمنين هالشيء لها صح؟ أبدا وأيضا الآن وهي في الوسط الأسري وأنتم مع الأطفال وتختلطون مع الأطفال تضربهم؟ تضربهم بطريقة فضيع يعني والأطفال يبعدون عنها ويمكن بعض الناس ما تزوركم مثلا حماية لأطفالهم؟ ما أودنا بهالشيء إذن البداية تبدأ من حيث كان الأب والأم لازم لازم نوقف ضرب ما أقدر أستمر أضربها لأربيها وأتوقع أن ما تضرب أحد ما أقدر واحد زايد واحد ساوي اثنين تضربوني بضرب تضربوني بضرب تضربوني بضرب تمام أنت تفكر عن الشيء؟ هذا السوق يفضل مع الوقت يهدأ لو إحنا بطلنا نوقف بس نوقف للأبد ولنعلم بأن لا فائدة من الضرف طيب ممتاز سؤال رائع أولا حن نتفقنا إياك إن حقيقة نضرب الطفل ما يفيد بدليل الشيء اللي أم ألين تضرب عليها قاعدة تعيده كل يوم لو كان الضرب مفيد ما عادته صح ولا لا؟ تمام اتفقنا اتفقنا إذن الضرب ما منه فائدة هو تنفيس لي لأنها مطعة تسمع كلام لا أكثر طيب بالنسبة لضربها لأختها بما أن إحنا وقفنا للأبد الآبدين ما رح نضرب لما تضرب أختها أنا رح أمسك يدها وأقول ما أسمح لك ممنوع الضرب هكررها أكررها فيه كل مرة ولكن أيضاً علينا أن ندرس المواقف اللي هي قاعدة تضرب أختها عليه على إيش قاعدة تضرب أختها ممكن تعطيني مثال لأن بعض الأشياء يعني ما ودا نستفزها ونقول لا تعصب يمكن حين لي أسباب سببنا التعصب فقل لي لي موقف هل مثلاً أمالين هل مثلاً نطلب منها دائماً التنازل عن العابها لأختها لأنها صغيرة وما تفهم ونت كبيرة مثلاً لا لا شوفي هذا الشيء ما قلت سويت معها برافو عليك من الناحية أنه ما تبغى أختها تاخد معها يعني مثلاً حين أنا أعطيتها هالي لعبة وهالي لعبة تمام تمام أنا مش تريع للسنتين نفس الشيء حلو هي لا فجأة تبغى اللي مع أختها يعني خراس اللي مع أختها لا أوكي فتطقها وتأخذها إيوه برافو بس من نقدر نسوي من غير تعصيب من نقدر نسوي من غير طرب أما نحن أرسينا القانون بإننا أعدنا اللعبة إلى أختها خلاص أنت عندك لعبتك أختك عند لعبتها أنت هنا وجسدياً بدل ما أضربها أنا بحط جسدي كسد بينهما بحيث أن ما أطول أختها فهمتك أستي؟ أنا بجسدي راح أمنع أن تصل إلى أختها لأنها ما زالت تمارس الضرب وعلى فكرة إحنا يمكن تستمر تضرب لمدة شهر شهرين ثلاثة إليهم يطفى ليش إذا أنتم مستمرين في الثبات على سياستنا الجديدة اللي هي عدم الضرب وإيقافه عدم الضرب وإيقافه عدم الضرب وإيقافه تكونون أنتم فعلاً جسدين أحسنتي 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 وقد تضطري أم ألين أنك تكوني ملازمة لها كالضل في حال وجود الأطفال معها عشان تتعلم منك كيف تتعامل مع الأطفال حتكوني زي المعلمة قاعدة معها وهي تلعب مع الأطفال بحيث أنك قبل ما تغلط وتأخذه وتنتزعه وتضرب لا نسوي كذا مثلاً بتأخذ اللعبة هذه اللعبة كانت مع فهد تبينها نقول فهد لو سماحت وإذا ضربت أسحبيها عشان يعرفون أطفال كمان أنك أنت قاعدة تعملين باديغارد لهم أنه ما راح يتأذوا في وجودها لأن ماما تحمينا أنت حتحمي الأطفال اللي يلعبون معنا نبغى بصراحة يكون لها فرص إيجابية للعب الناجح نبيها تعرف يعني إيش اللعبة التشاركي الجميل عشان هي تتشجع أنها تعرف أنها هي كسبانة لو شاركت بلعبها أو لعبة لعب جماعي علماً بأن ثلاثة سنين ما في لعبة تشاركي غالباً لعب فردي موازي ممكن لكن ما نطلب من الطفل مشاركة في هذا السن أتمنى ما نجبرها على مشاركة بألعابها مع الضيوف ممكن نجيب ألعاب يا أميلين يسمى هذا الألعاب المشاركة مع الضيوف صندوق فيها ألعاب به بالأحد مي بالألين ولي بأختها مي بالأختها هذه الألعاب نطلعها لما يجي الضيوف طبعاً أنا أشجعك بأن تخلين عيالة يشبعون منها قبل ما يجيون الضيوف عشان ما تطلع كنا شيء جديد طير بوهته وماذا جاءت الضيوف يبني نفس الضيوف عليها خليهم شبعانين منها ألعاب مي بالأحد هذه اسم ألعاب الضيوف مشاركة الضيوف وممكن أنهم تنزل هالكرتون لما يجيون الضيوف لأن من حق ابنتي ألين أن تقول هذه الألعاب ما بأحد يلا فيها ولا يجب علي أن أجبرها على المشاركة لأن هذا اللي يخلي الأطفال يعصبون ملكية كأني قاعدة قلت طلع ذهبان تخلي خوات تتشاركون فيها ولا خلي خوات رجلة تتشاركون فيها تعلمي المشاركة معرفتك أستي تمام تمام نجي على العند عاطيني موقف على العند طيب مثلاً نحن في مكان عام أو عند أحد أنا أقول لها يعني أنه لا تتحرك تلعب في الشي لا تخرب الشي أو ترجعني لا 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 بطريقة أو كده وربعها لا تستفذني أو تصدني أو مثلاً رمت لعبة أو شي أنا أقول لها شي لي أرجع مكانها أوكي أو خلي أختها يعني خلي صبت شي لا لحمة صبت هي بتشل بطبيعة الحال لحمة ألين رمت اللعبة على الأرض قلتي لها شي ليها صح وين دخلت صبت في الموضوع يعني أنه هي ما بتشلها لا أنا ما بتشلها خلي أختي تشيلها هي بتشيلها إيلين تقول خلي صبت شي إيوه اختمي القصة أحتاج ختام القصة إيوه صبت شي بدت يعني صبت تسمعي الكلام رح تشيلها وتقول يا مكان أنا كنت أبعلمها لحظة 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 اختميلي القصة صبت شالتها إيوه لحظة اقتنعت هي اقتنعت إنها فازت عليكم مني بضافه وصبت تشيل لحظتي إيوه وين المنطق أميلين وين المنطق أنا ما علمتها تشيل أنا علمتها إنها صبت شي لعنت فويشان أبيها تتعلم تنضبط وتمتثل وتضف عقبها إذا كعتين خلي صبت شي لعفشها عرفتك ماذا استفدت أنا كأم وش علمتها أنا الحين براجع معك وش علمتنا أيلين بإني خلت صبت ضف العابها أنا علمتها لا علمتيها علمتيها إن أيلين لما أطلب منك شي لا تسمعين كلامي أنا بخلي غيرت تسوي شغلت علمتيها المشكلة الدرس كان جدا سلبي علمتيها عرفتي قصدي يليتها ما تعلمت شي كما انظرأتي كما عانيتي كاتبت لي عنيدة بس حنا يا أم أيلين اللي علمناها العند علمناها لما تنطلب منك شي لا تسمعين كلامنا عرفتي وضحت الصورة أوكي إذن الآن ندخل في الحلول الحل هو إذا أنت تبينها ترفع الدمية اللي رمتها على الأرض فلترفع الدمية اللي رمتها على الأرض ما أبيك تقولين أيلين 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 لا توصلين لمرحلة الصراخية مرة وحدة أيلين خلصنا اللعب فلنرفع الألعاب تقول لا ما أبي خلي الصبا أنا حقوم وممكن الحين الطفل العنيد ينفع مع الخيار تبين أشغلك نشيد ترفعين نشية عليه ولا تبين أعدلك العشرة خيرتها بين طريقتين مسليات لرفع الألعاب يعني إلى الآن أنا تراني طولة بال معاكي تبين ترفعين على نشيد وأنت تسبقين النشيد ولا تبين أعدلك للعشرة ولا العشرين اختارعي عرفت ما زلت أنا طيبة لطيفة معها ما دخلت العنف في الموضوع ما زلت الآن ما أبي كذا وما أبي كذا ولا نبراف على الألعاب الآن أروح لها أحط يدي ذراعي خلف ظهرها وأقودها للعبة وأقول نشيلها نحطها في الحاوية حتى ما أشجعك نتقول نترتبها على الرف لا عندك حاوية صغيرة خليها تحطها إن شاء الله بأي شكل كان تضف الألعاب وتحطها في الحاوية أهم شيء ما نقوم ولا نطلع ولا نمتغدين ولا نبنامين ولا نبراحين اللين هذه الألعاب ترفع وبكرة إذا بغلت تلعب ثاني كيف راح نرجعها اسمعي خليها تسمع لك كيف راح ترجعها إذا ما عندنا استعداد نرجع لعابنا إذن إحنا ما عندنا استعداد نلعب أنتظر منك أسمعك تقولين لي يا أيلين لما أخلص أرجعهم برافو بنتي كفو عليك إذن قبل ما نلعب من الأنفصة إذن قبل ما نلعب وانتي عرفتن بنتت قولي لها كيف راح نرجع لها لعاب تحبين نرجعها بين الشيد عقمة خاصية ولا تحبين أعد لك يعني حاطة في راسها مبرمجة أوه أنا برجع بس لي خيار يا نشيد يا أرقام عد فهمت قصي حتى إذا ما انتهت نقول هايا ماما كيف تحبين نقول طريقة مثلا أنه يقول لها يعني سوي الشيء فلان أنا راح أعطي الشيء لا 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 إياكي رتبيهم أعطيك حلاو لا 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 فترى فيه فرق إنها تسوي الشيء بطريقة مسلية وإنها ما تسوي شيء اللي إذا عطيتها شيء غلط هذا صح وهذا غلط مدرك الفرق بينهم أم ألين لما بعد شهر وهي قد توقفت عن ضرب أختها أكون أنا كذا الله في الله كنت في السوق وشفت حاجة أنا أدري إن ألين يعجبها وبشتريها بقول تدرين أنا فخورة فيكي أنت أحلى أخت كبيرة في الدنيا عطوفة على أختك تهتمين فيها هذه مكافأة لكي المكافأة هي لشيء قام به الطفل بدون مقابل بدون مقابل لا 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 قلت كاتب هنا كل كلامها لا 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 لأنها تعلمت إذا قلت لا 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 يخلوني ما أسوي الشيء وهي فازت لها ثلاثة سنين تقول لا 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 وإحنا تاركينها تفوز علينا فم تكستي بلاش نتشاد في الصيقة لو قلت عليها بصراخ وبعصبية وزي كلا يلا أرسمي لي صورة وراح نعمل أدوار هاتي الموقف أرسمي لي صورة أنا وين أنا وين في بيتكم أنا ماما على الفكرة وأنتي ألين إحنا وين طيبة طيبة أحنا للتلفزيون جانسي تمام أكلت شيلي صحان أو لات أو لات أو كبة اللبن مثلا أو شي شيء كده كبة اللبن أوكي أولا أطفال السنة لحبة استني بنوقف هنا في هذا السن ثلاثة سنين وسنتين مهم جدا أن نكون نحن كأمهات نتجنب المشكلات الطفل يعطى كوب وبغاطة اللي ما ينكب ما أخلق مشكلة يا بعدي فرحمة قصتي لا تتوقعين أبو ثلاثة سنين ما يكب بيكب لذا أنا أكون أذكى ومجهز الأكواب اللي ما تنكب بحيث لو طاح ما يكب لا السجادة ولا على الكنب فهمتك قصتي إذن الغلطة غلطتي أنا كأم أني قاعدة أومكن لها من الخطأ أسهل أن الخطأ يحدث فهمتك قصتي أوكي إذن نكب بالعصير كم لي طب أنا بس كنت لها شي للكوب يعني ودير مثلا المطبخ أنا لا 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 أنا هنا أوكي بدلا ما نعصب بقول ألين تبين ترفعينها الحين ولا بعد دقيقة خيارات دائما جربي الخيارات الطفل العني يدي ناس بالخيارات إذ قالت لا 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 أنا حاجيبها و ح بيدها أمسك يديها وخليها تشيل الكوب ونمشي سوى للمطبخ من غير هواش من غير زعاق من غير ضرب حاولي ترين باردة لأن هي معصبة أنت ببرودك يطفئ غضبها تمام غضبها تمام تمام مهم أبقول لك شيء يا مولين الوصفة اللي أعطي ذكي إياها ترى ما راح نقدر أننا فجأة نكتسبها ونطبقها ترى تغيير طباع طباع فينا بيأخذ منك وقت لكن دائما أنك مكلمة أنا تنعندك راغبة قوية في التغير وأنا متأكدة أنك بتقدري بس أصبر على نفسك كوني ثابتة ترى ما أنت بشايفت شيء سريع احتمالي الله بعد شهر من الثبات شوفي النتائج لكن لو يوم تطقين ويوم ما تطقين يوم أنت عصبين ويوم أنت عدين ما أنت ما أنت ما أنت غير في الشيء حبي نفسك حبتين من حقك أن تستمتعي بأمومتك حتى تحطص لي للوضع اللي أنت تبينا لو تغيرتي 180 درجة بطلنا عصبية بطلنا انفعال بطلنا نخليها هي اللي تمشي كلامها علينا ونمشي حن الكلام بهدو بهدو من غير ما نتصارع من غير ما نغصب من غير ما نطق من غير ما نعصب هأقودها إلى الشيء الذي أريده وأقول هنرفعها الحين وتجنبي كلمة وش رايك نرفع الكاس ليش ليش ما نقول وش رايك نرفع الكاس لأنك خيرتيها فبتختار لا الحين أعطيها خيار بعدين نقولها لا اختاري اللي نبيه اللي هو إيه فمتقصتي غلحة الصورة يسعد لحظة أنت كاتبة الكبيرة غار من الصغيرة وسؤالي لك هو هل تسمع ثناء على الصغيرة شوفي أختك الصغيرة سوت كذا شوفي أختك الصغيرة وشلون سوت خليك زيها تسمع الفترة الأخيرة أيو شلون تحب أختها شلون بتحب أختها ملاحظ مستحيل تحب أختها إذا كنا قارب أم ملين حبيبي قلبي تخيلي لو زوج يقول لك شوفي أختي كيف خليك زيها بتحبين أختها أبدا أوكي هذا هو نفس الشيء إذن إحنا ساهمنا في أن تكره أختها تسمي في الغيرة في هذه مثلا ذا حين شرعت لها في الثان والدنيا يعني هذه الشياء الونات أوكي تقلي صبا صبا لا صبا ما تلبس زي تزعل إذا لبستها عرفتي أوكي ارجع وراء لحظة استني صبا لا هل سابقا لما كانت صبا لا صبا ما تروح معها وصبا ما تعطونها كنتوا فعلا تغطيعونها وما تعطون صبا صبا في فترة الأخيرة وصبا كانت تعبانا لمدة سبع شهور ثمانية شهور وما كانت مستمين فيها بسم الله عليها بسم الله عليها لكن سابقا هل كنا لما تعيي إليين ترفض أن تحصل صبا على ما تحصل هي علي هل كنا نستجيب لها وفعلا نلبي ولا نعطي صبا من باب نرضي ألي لا تحصب علينا قريبا لكل شي كنا نحاول نرضي إلي هذا اللي وصلنا لما نحن عليه نرضيها في الخطأ أم ملين حبيبة قلبي أرضيناها في الخطأ اللي هو إقصاء صبا لا تعطون صبا لا تلعبون صبا لا تطحكم مع صبا طاوعناها فعتادت أن الصبا مهمشا فلما أردت العدل لم تسمح بذلك مع أن العدل هو الصح إحنا عندنا بنتين في هالبيت وعندنا بنتين مهمات وعندنا بنتين يهبل مي بوحدة أزي من الثانية ولهي بوحدة أهم من الثانية ولهي بوحدة مقدمة على الثانية لكن لأننا بغينا نرضي ألين طول هالسنين للأسف همشنا الضعيفة فلما أردنا العدل لم ترضى لأنها كانت مقدمة عليها الحين المطلوب العدل رضت رضت ما رضت عنها ما رضت مصيرها ترضى اعدلوا ولو عصبت ألين ما عليكم أنا خليت عصب شو فسو يعني؟ وإذا عصبت وإذا صاحت وإذا بكت لأنه شرينا هذي لعبة زي هذي شرينا هذي سفستان زي هذي وإذا عصبت وش بتسوي؟ خليت تتعلم العدل الحياة عدل بتعلمونها الدرس بيكون قاسي بيأخذ منها وقت علشان تعتاد لكن ما غلطتوا ما غلطتوا كنا غلطانين لما كنا ما نعدل انتم الحين قاعدين تعدلون الموازين كفوا عليكم برافو والله بس ترى الأمر بيتعبكم شوي لأن ابنت أنتم تعيدون للبرمجة عيادة البرمجة تأخذ وقت فلا تيأسوا ولا إن شاء الله أنا بدر أعدل تقدرين أنا وافقة ما كلمتي إلا أنت قادرة يسعدك عزيمتك قوية والله وفقك سمي سمي لبي كالفترة الأخيرة يعني كيف بناتي السنتين شافوا العلاقة الجنسية أوبسي يعني الصغيرة ركزت بطريقة يعني صور الفتحة الانتباه طويلا ما كنا دارين انهم معنا في الغرفة ولا ما دارين انهم صاحين أو لا صاحين ما صاحين كبيرة شاكت اي مين ما قادرت شي بس أنا ما أدري أخوف أو شي وما يدروشتها أوكي ماذا قالوا لك الصغيرة بنا تقلد قم تقلد قم تقلد ايه تقلدكم تقلد على أحد يعني تمارس مع مين على الألاب أوكي 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 طيب إليك الآتي من الآن فصاعدا كل ما شفتي نو لا لا ولهيها امنعي ولهي امنعي ولهي مع الوقت سيطفع ليس بسرعة إن مع الوقت لا ولهي أعطيني مويا جي بي كوب جي بي الوديا لا 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 بس ما نقدر نقول عيب لأن ما بابا سوه ما نقدر نقول عيب وصغيرة أني أشرح لها هذا شي يساونا المتزوجين مرة صغيرة لكن أستطيع أن أوقفها بالمنع والها منع لها منع لها سمي الكبيرة طيب هي شافت الكبيرة بس ما حكت أوكي ما حكت ما نقدر نحكي معها لأن ما ندري وشي شايفة وشي ما شافت أخاف نفت عيون على شي ما شافته الأمر الأمر مرة حساس ونحن لا نعلم ماذا رأوا أنا لو في موقفك ما رح أكلم أليم لأني ما دري وشي شايفة والبنت ما حسدت ما كلمت أبدا ما كلمت لن نتحدث معها لأن ما لحد يشوفني لحد يشوفني ما تبغى أحد أنا قرر أني لحد يشوفني في البتسار بشي صايرة بطريقة صريعة يعني ماما لحد يشوفني لحد يشوفني لحد يشوفني لو في يوم من الأيام ذكرتك بالذي كان بينكما تحدثي إيش شفت يا ماما إيش اللي صار وهنا تقدرين تحكين لها إنه أخذي منها وابني عليه فهمت عليه بس وإحنا ما ندري وشي شايفة وشي فاهمة ما نقدر ما لم نعلم ماذا فهمت ماذا أدركت ماذا دخلت في رأسها ما نقدر ما نقدر على أي ساسة أقولها تعالي أحكي لك عن اللي صار لأنه يمكن أنها يفهمت خلط يعني ممكن بقدرة قادر إن الأمر كان بريء في نظرها ممكن أنا ما أدري وشي شايفة فما أقدر إني أرسم سيناريوهات لكن أقدر أقول لك إنه بمعنى لم تتحدث نقول يا رب إنها فهمة غلط أما الصغيرة إذا اللي قام تقلد لا والله نقدر نتحرك ونمنع من الصغيرة استرعبت الفكر ولا هي بس تقليد تقليد أعتقدنا تقليد بس كثر الإفطاء إطفاء من عندكم راح يساعد على إنه مع الوقت يطفاء وما فيه لطف في الكلام لا يا حبيبي حبيبتي ماما عيب لا ما نتكلم كذا كلمة لا وإلهاء لا وإلهاء حتى ما تقولون ما أسمح لك أو اللعيب لا وإلهاء ما تسوي كذا في الدمية وإلهاء جيبي موية جيبي مديل ودي هذا عطي بابا قول لي تمام ما طلعتوهم في غرفة ثانية تريد طلعون الحين سنهم يسمح لأن راح يتكرر الموقف إنما تحركنا لصالح الطفل بإخراجهم ترسلهم ويسمح بالخروج يسعدك شكرا الله يسعدك كان الله في عونك معليش كايدة حبتين الله عظم مجرد حبيبتنا هلا وغلا شكرا المكالمة شكرا لك هلا و الله وغلا حياك الله أوكي استشارة رقم 2 أنا أنا فتاة مراهقة عمري 19 لسه الفترة الأخيرة وعيد وقت بديت أسمح حلقاتك من أول حلقة كثقافة بحكم أن عندي دواني بحكم أن عندي قلق من ناحية أطفالي مستقبلا أوه حلو تفكيرها رغم أني أبدا ما في أي بوادر أني على وجه سواج ترى الفكرة تدرون 30% من المتابعين برنامج غير متزوجين من الشباب والشابات تدرون وهذا شيء بصراحة أن نفتخر فيه استماعهم ومتابعتهم للحلقات يعمل إعداد وتدريب والدي تربوي عشان لم إن شاء الله يكونون أبا أمهات يكونون جاهزين وأيضا كل أخت كل شابة وشاب تقريبا تراهم أخوان كبار أو عندهم يا أخوان صغار يا عيال أخوات صغار فبالتالي برضو قاعدين ماسون مسالة تربوية إيجابية فعالة أوكي مع أن ما عمني بعد وجه سواج أو شيء من هذا القبيل بس من هذا المنطلق بديت ألاحظ الوضع في البيت متوتر جدا من ناحية علاقة أمي فينا كلنا وبديت أستوعب أن هذا غلط جدا عندي أختين واحدة عمره أربعة واحدة عمره عشرة ولدين واحد مراهق والثاني بداية العشرين أساس كوني جايتك أستشيرك أبي أعرف وش أسوي مع أمي يعني أمي أبدا الواضح لي واللي تقوله بلسانها إنها ما فيها تربي خلاص تعبت وأنا أتفاهم جدا كونها تعبت وواضح جدا عليها تعبها النفسي والجسدي أيضا لكن إخواني حرام لسه صغير يعني أحس مو عارفة أتصرف بديت أحاول بحكم أني أختم الكبيرة وأحاول أطبق اللي تقولينه بس على قولتك لازم يكون في تعاون هم مش متعاونين مو أحد يسوي شيء واحد يسوي شيء ثاني صح كلامك والله صح كلامك العكس تماما وتخترب الطبخة فعلا وأكون كأني ما سويت شيء وذا اللي قاعد يصير تقدرين تقولين في كل شيء أوكي آخر شيء جربته أني أكلم أمي أنهم أنهم صغار وحرام ومسؤولين يتحملون مسؤولية الظروف وإذا ما صرتي عليهم من بيصير بس الواضح لأنها ما أقتنعت ما أدري إذا بتقدرين تساعديني بس أتمنى يكون عندك حال يا حبيلت والله يفخوره فيك وكثر له من أمثالك واعية مثقفة حريصة يعني يا أخوان يا حظ أخوان ما شاء الله تبارك الرحمن حبيبتنا أوكي بعض الأحيان لما يكون في تذبذب في التربية نسميه نفخ في قربة المشكوقة يعني أنا أبني وهم يهدمون أنا أبني والآخر يهدم لكن نقولك شي أثرك مش صفر أبد مش صفر أنت قاعدة تتركين أثر يعني تبنين ثلاث طوبات من الحصن هذا في غيرك يهدم طوبة بس باقي اثنين بكرة تبنين واحدة تنهدم تبقى اثنين بعد تبنينها اثنين تنهدم واحدة تبقى ثلاثة لاحظي أنك أثرك على أخوانك قاعد يزيد 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 طبعا كان ممكن الحصن يبنى في أسبوع لو أن ما في أحد يهدم هالطوبات لكن يظل أثرك واضح يوجد أثر يوجد أثر قد لا يكون بالسرعة التي تتمنينها but it's okay عادي it's okay لاحظي أنك أنت لست المربي الأساسي في أب وفي أم وممكن أنت مثلا تطلبين منهم شيء بطريقة تربوية وهناك من يطلب منهم بشكل آخر غير تربوي مثلا يسهرون عند التلفزيون لن الساعة واحدة وإنتي ودت أنه ينامون الساعة تسعة ساعة سبعة الساعة ثمانية ومطاوعين بطاوعون ده اللي مخليتهم على كيفهم فهمت قصتي أو اللي مخليهم على كيفهم بطاوعون المربي الذي يتركهم دون التربية هذا الواقع حتى بين الزوجين إذا الأم إذا الأب مثلا حازم ويبي نظام والأم تركتهم مع حبل على الغارب العيال بيسمعون كلام الأم لأنهم على كيفها على كيف هي على كيف هم ما رح يسمعون كلام الأبو هذا الشيء طبيعي هل معنى ذلك إن بنتنا حبيبتنا أختنا الكبيرة ما لها أثر لا والله لكي أثر وشلون بكون لكي الأثر لن يكون بفرض القوانين كأنك مربي لأنهم بيسمعون كلام اللي يعطيهم اللي هم يبونه أنت قاعد تخالفينهم أنت قاعد تسوي شيء لمصلحتهم ومخالف لرغاباتهم ما هو بكل الشيء اللي فيصلحتنا الشيء النبيها نوم بدري ما نشرب ما نشرب بسي كل يوم يعني والحلويات بيت حدين هذا كل حاجات نتكررحنا فيتس ولا نبيها أمي مخليتنا إذن نمشي على أمي إذن إليك الآتي ليكن لكي تأثير أفضل وأقوى ما حقى ربي بشكل مباشر لكن حصادق الواقع يقول أنا كإنسان طبيعي أحب فلان هي أختي هي أمي وأبوي لأني أحبهم معاندهم ولأني أحبهم أسمع كلامهم وأحاول أرضيهم فلو بنيت علاقة صداقة مع أخوانك لو بنيت علاقة صداقة مع أخوانك وأنت قادرة لأنك قريبة منهم أنت أقرب من أي حنسان أنت أعرف فيه نفسياتهم وهواهم ورغباتهم والروح المرحة قد يكون فيك أنت أكثر من أي أحد في البيت وبالتالي لغتهم أنت تعرفينها ما حد يعرفها أنت تعرفينها لو أنت تدخلينها ليهم مثلا قولي أن أختكم مربع سنين تموت فيه شيء اسمه فراشات مثلا أنت بتبني معها علاقة مبنية على الفراشات نزلي مقاطع فيها فراشات تلون ونصور فيها فراشات ما فيها تربية دي ابعدي عن التربية حنا بس نسولف ونضحك ونكركر ونبني علاقة إذا صرت أنت بيها صديقات لو طلبت لابن أصفر جابتلك وبطيعك لأنها تحبك هذه المعادلة التربوية الأكيدة تنطبق على جميع العلاقات البشرية الزوج مع زوجته الزوجة مع زوجها الأخت مع أخوها الأطفال مع أبائهم وعمهاتهم لما نحب الطرف الآخر نحرص على إرضاعة وعدم استفزازه أو إغضابه بمعاندته فحبيبتنا أنت أثرك عظيم عظيم جدا في تربية إخوانك إن رغبتي وذلك أولا بناء صداقة أترك التربية حبتي أبني صداقة عشان لما تقولين لهم أنا أحبكم وموت فيكم حريص عليكم وي لأن السهر ظار شرايكم كلنا ننام بدلا ما أقول أنتم ناموا ولكنكم أطفال قول كلنا من نام بدري أنا بعد حال أنا عمري 19 أنا مهم نام بدري شرايكم بدلا يصير موعد نومنا 8 علشان الجسم يحتاج ويتضرر وغالبا لما تفرضين عن نفسك الشيء نفسه ترى بيتقبل هنا أكثر وتعملين لك طقوس تنويم حلوة فيها قصص فيها ضحك فيها قرآن فيها أمور طيبة تجعلهم يرغبون في النوم والتنويم والله يبارك فيك وينفع بك رائعة أنت وفخرين بك طيب الاستشارة الثالثة تقول السلام عليكم بنت نوال عمرها سنة وشهرين الطفلة الأولى وأنا موظفة أعمل عمل خاص يتطلب مني ساعات عمل كثيرة وحي لا أتمكن من العود البيت حتى الساعة الخامسة وغالبا الرابع بنت نوال بدأت تكبر وتبين عليها بعض الأطباع والأحظ السلوب اللي أبيه فيه اتصال معنا ماما ماما معنا أهلا أم نوال هلا وغلا شخبارك هلا وغلا من باب اللقافة المحضة وش البزنس حقك وش تبيعين أنا مهندسة تفنم داخلي عندي تبارك الرحمن مجموعة فنانة مكتب هندسي مصنع ماشا الله والله ينفعبك الحمد لله والله يبارك لك وبالتوفيق إذن لاحظت عليها أسلوب اللي أبيه باخذه ولو بالصياح وهذا شيء مزعجك تمام جدا غير غير أن ما عليك بالسكتور للتوضيح الاستخارة أنا مجموعة تطيضا من خلق سابع شهر تمام لا الآن يعني في أشياء زيادة بجهت معي أوكي أنا تخصصي العناد تبيين نبدأ فيه لأنه سهل تحبين نبدأ فيه هذا جزء تمام هذا جزء من العناد طبعا طبعا الحين صراحة باردة كمان يبين عليها موضوع الجوال للأسف أنه مهما حاولت أضبط العاملة لأنه ما في دوال وقت الأكل ما في دوال وقت الأكل ما في دوال بشكل عام يعني فيديوز وتفرد فيديوز إلا لساحات معينة أنا أحددها للأسف أنه لما أرجع البيت مثلا أحاول أنا أكلها عادي وإحنا نتولف ولا نتكلم مع بعض وأكلها لا تخلت أشعى الجوال وتصيح أنه وهي عندها برنامج معين تحبه اللي هو بيبي فن فتقول بيبي بيبي وأبغى هذا يعني استحيلية تمام صارت سيطرة شعبة لأن يعني بشكل عام أنا وجودي معها أقل ألو ألو أم نوال معنا طيب إن قطع الاتصال فما راح ننتظر عودتها والمشكلة جدا واضحة بس يا ربي إن شاء الله ترجع لنا أم نوال لكم الآتي أم نوال حبيبي مشكلتك مو في بنتك مشكلتك في الشخالة مشكلتك في العاملات اللي عندك اللي يكسرون كلامك وقوانينك التربوية وقواعدك التربوية حلا سمعتيني وانا أتكلم حلا وغلا اللي بقولك إياه هل هم نوال مشكلتك مي في بنيتك نوال مشكلتك في العاملات اللي عندك عندالي يا بالله فكوش لهم بنحلها صعب الضب جدا هم قاعدين خربون عليك تربيتك هي تركانت الاستشارة هي تركانت الاستشارة ما أدري إذا نكمل بس أنه أنا تفضل هل أنا هل أنا أدخلها دي كير في هذا العمر الصغير جدا ولا ولا أني أنا ممكن عندي حل option ثاني اللي هو أني أنا ممكن أنا حاليا عندي عاملة فأنا ممكن أوفر عاملة أخرى تكون متخفصة النوال بحيث أني أنا أقدر لما أطلع للدوم أو ديها بتجدتها أو ديها بتجدتها ثانية يعني بتجدتها ما كان يكون في مراقبة نعم 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 أحسن حل في هذا العمر ما هي الأمثب لها هل أدخلها دي كير ولا أنا أوصر لها عاملة ثانية يعني تكون منكرس وقتها لها وأوديها بيت جدانها أوكي أنا أنا بشير حكاية العاملة الثانية لا لا أنا قلت لسيها نعم 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 جبتي الحل لأمثل تروح لجدتها أوكي ممتاز ليش ما في أحسن من الأم إلا أم الأم بصراحة هي صغيرة أنت قلت لها صغيرة على دي كير ممتاز ما رح نوديها دي كير رح نوديها عن جدتنا الحبيبة وممكن تأخذين عاملتها معها لأنه ماما تعبانا ما نبي نكلف عليها تقيير حفاظ التأكيل لكن فيه واحد على راسهم بتتأكد أنهم ما يخالفون قوانين أم نوال أحسن حل برافو عليك كفو أنا أوافقك مليون في المية ممتاز أوكي حلو خلصنا هذه باش في خيرة من أمري لأن في جزء من الناس يقولون لك لا دخلها دي كير تكسب مجتمع يبدري بتكسب إن شاء الله قدام على رياض الأطفال تكسب والجدات حبايب يتعرفين قلبهم عليها وعلى فحاتها يقولون لك ترى أمراض ترى ما حيصوصوا على أكلها ترى بدري إيش صح تكسب مشتارة لا أنت صح أنت صح وجداتنا صح توهى سنة ونص تسوكي يا زينة شكرا أهلا وسهلا يسعد قليبت أهلا وسهلا باي بنتي عمرة ثماني سنين مناعتها من النتفلكس واليوتيوب والأجزة بسبب أنها كانت تدخل على المقاطع المشكلة الآن أن تتذكر المقاطع تجيني الآن وتحكيني عن المقاطع اللي شفتها وأكثر من مرة اعترفت لي أنها تمارس العادس بمعنى تقول أنا دغدغ أعضائي لأنها تتبول بعد الانتهاء وتخفي ملابسها ثم تخبرني بذلك لا أعلم كيف أتصرف معها أرجو مساعدتي أوكي يا عظم الله أجرد صليكم في عونكم إليكم الأحتي أوكي بنتي كبيرة عمره ثمانية سنين تستطيع أن تتحدثي معها بشكل مباشر أن هذا فعل سيء ولا ولا تريدين لها أن تفعله أبدا هو ضار سيء وضار خليك صريحة مع هذا الكرام ما كنت ممكن نسويه وهي عمره ثلاثة سنين ليش ما يفهمون لو كانت ثلاثة سنين وبالصدفة اكتشفت إنها لما تلعب مع الدم بشكل معين إنه يدغدغها وتستمر أوكي أعرف له هيها لكن هذه ثمانية سنين مباشرة مباشرة نتحدث نتحدث معه أنا عارفة يا سين إنه إنه دغدغ لكن أنا من واجبي عليك من واجبي تجاهك أساعدك إنك ما تسوينها لأنها مرة مرة ضارة لذا أنا أمك لما تحسين إنك تبين تروحين تسوين تعالي لي أنا بساعدك أنا وياك بنعمل حاجة بساعدك إنك ما نسويها أنت بتلهينها أجيب قصة أقراها لعب معها وتأذر أهم شيء هي تستعين بي في أن لا تفعل واقعيا الكلام هذا كلام مستمد من خبراء في علم نفس الطفل وليس كلامي واقعيا وقت ولحظة ما يكتشف الطفل العادة السرية وهو بهذا السن يكاد يكون مستحيل أن نطفئ تماما لأنها ممكن تسوي في وقت من نبع ففراشها في الليل ويتبي تنوم أنت في غرفة تبشي تريك الطفل إذا رغب في أن يفعل هذا الفعل سيفعله سيختفي عنك وسيفعله لكن كلامك المباشر معها على الأقل وضعنا القضية على الطاولة ماما هذا أمر لا نفعله مرة مضر وحكي لها ليش مضر وخلي وجهك جاد مو بعصب ما أسمح لك حيب لا هل كلامك حازم جاد وحتما لا يسير في ليون يا ماما عيب كذا إذا قلت ماما عيب كذا معناته دي النس ما تسوينك فيها خيار هذا الأمر ما أنا بي يسير لها خيار فيه نبيها تعرف أنه أمر مرفوض تمام الله عينت بس للأخو والأخوات المستمعين ذكرنا لكم لجهزة يا ناس لجهزة يا ناس لا أبالغ لو قلت إن كنت سلمت طفلكم جهاز وطفل صغير عاجلا أو آجلا ستقع عيني على مقطع ستقع مسألة مسألة الوقت المسألة مسألة وقت ولا بيشوف بيشوف طيب عندي ثلاث أولاد عمارهم سبعة تسعة عشرة ودائما فيه شجار حاد يصل إلى المسك من الرقبة ومحاولة الرمي من الدور العلو يا ساتر حتى أحدهم جلس يدوس برجلة على يد أخوه لما كسر يا ساتر وغيرها كثير وأنا دائما في حالة ترقب ومراقبة وخوف أحسني من جهده نفسي وجسدي نريد حلا أوكي السبعة والتسعة والعشرة يا بعد قلبي يا ماما ما بدوا يضربون أمس لهم سنين يضربون أين كنا أين كنا وين الأبو هنا بمعنة مولاد مرة يهمني تدخل الأب لأن قد يكون له وزن كلمة أكثر مني كأم أحيانا إذا ما في أب فيه جد ما فيه جد فيه خال مافي خال في عم لكن فيه أحد لازم أتكلم معهم طيب ما فيه أتكلم معك يا كأم الحزم 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 وبعدين نرجع لورا من اللي يضربهم إذا كنا نضربهم للتربية فمعنة هم ما يضربوا بعض أنا بربي أنا بعلم أنا بوري ما نقدر يا جماعة حنا نضربهم ونتوقع أنهم ما يضربهم بعض ما نقدر واحد سعد واحد سعد واثنين إلي قلاتي كنوا حازمين ما في ضرب ما أسمح لكم وتدخلي ما أجلس أشوفه قاعد يدوس إلي أن يضرب وعدين خلاص إذا ما تقدرون تحترمون بعض لا تجلسون جنب بعض كل واحد لكنبة لكن ما في ما في كلام مع بعض إذا ما تقدرون تحترمون مع بعض هذا حتكون الفترة الأولى الفترة الأولى من الأنفساد أن أنا ما أسمح لحد يرفع يده على أحد كل واحد لأغراضة كل واحد لأحشياء نبتعد عن بعض وإذا ما تقدرون تحترمون بعض لا تقدرون مع بعض لا تكلمون بعض ولما يبدون يتعودون إنهم ما يسيئون لبعض نبدأ وقتها نبني مع ملاقف في هذا الأثناء وش بتسوي ماما؟ أكثري من الألعاب الجماعية لثلاثتنا أربعتنا مع بعض أنت معهم الألعاب الجماعية أنت بذلك أتحتي فرص لعب وتفاعل اجتماعي بينهما إيجابية يضحقهم مع بعض يلعبون مع بعض من غير قتل لبعض من غير تنافسية ابعدي عن التنافسية إن كان في بيتكم تنافسية ابعدي عنا في حاجة كرحتهم في بعض في شي ادرسي وش اللي خلهم يكرهون بعض وش إليها من حياتكم شي إليها لأن مثلا إذا نخلي الكبير يمشي كلام مع الصغير من باب نمي شخصيته إذا مشينا كلام الصغير مع الكبار من باب النصغير وخلوا لا تعاندونا خلوا يسوي اللي يبي لا نسوي الأشياء هذه اللي تكره الأخوان في بعض انتبهوا لها ادرسي يليت هذه تمنيت إنها حقيقة مكالمة لأن نبي ندرس الثغرات يا جماعة في حاجة اسم الثغرات في التربية حاجة قاعدة تخرب عليكم التربية ادرسوها أزيلوها حتى تنعموا بحياة تربوية إيجابية إذن اللي راح نسوي نمنع الضرب تماما أسمح لكم لا تناظرون بعض لا تشمون بعض لا تجلسون جم بعض ما تقدرون تحرمون بعض وفي نفس الوقت أنا سأطبق بعض الألعاب والأنشطة التفاعلية الإيجابية اللي ما فيتنافس فيها الضحك واحدة من الحاجات الحلوة اللي هي كل واحد جيبين كوب وفي اسمه أطفال كل واحد يسحب كوب اسمي الثاني أنا لازم أقول حاجة حلوة فيه أحد من اللي أنا سحبت اسمه لازم أقول حاجة حلوة فيه غصب لازم أدور لي شي ما شين وع واش أقول فيه تخيل قل أي شي حاجة إيجابية أنا لقيت فيك حاجة حلوة زينة أكيد تقدر في أخوك تلقى فالكون لو كل يوم تسوينها يصير هي اللعبة يومية يجبر الأخ على النظر بشكل إيجابي لأخوه حتى لو أقول له تخيل أخترع الشي تبدأ إجبارا حتى تصبح عادة ووقت ما يسمعون أخوانهم يندحون فيهم يتغير في قلوبهم شي الله يعطيكم العافية خلصت حلقة اليوم ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر